وزارة الدفاع الأمريكية تتخوف من سيطرة الصين على إنتاج 17 معدن نادرا تعتمد عليها الشركات التكنولوجية الأمريكية ولهذا السبب طلب اعتمادا ماليا حتى يتمكن من إنتاج هذه المعادن داخليا مسار يؤكد خبراء أنه صعب التحقق خلال أقل من خمس سنوات البنتاجون قال إن البكين قد تستخدم هذه المعادنة في الحرب التجارية التي أشعلتها واشنطن علما أنها تدخل في صناعة الطائرات الحربية وهواتف آيفون والمحركات النفاثة والليزر وتمثل 80% من الموارد النادرة التي تدخل في هذه المنتجات بكين لم تطمئن واشنطن ولكنها لم تهددها صراحة إذ أعلنت على لسان المتحدث باسم وزارة التجارة جاوفينغ أن من غير المقبول استمرار توريد هذه المعادن في وقت يحضر فيه عمل الشركات الصينية بكين تعطي الأولوية لتغطية الاحتياجات المحلية وهي مستعدة لتلبية الطلب المعقول من الأتربة النادرة للبلدان الأخرى وليس مقبولا من الدول التي تستخدم هذه المعادن التي ننتجها أن تحضر المنتجات الصينية هذا ليس جزاء عادلا الصين وصفت العقوبات الاقتصادية بالإرهاب والتنمر وذلك على لسان نائب وزير الخارجية شانج هان هوي الذي جدد التأكيد أن الجميع يخسر في هذه الحرب والقول أنه سيكون للحماية أثر خطير على التنمية والتعافي الاقتصادي العالمي وفي السياق تخوف مجلس تصدير فول الصوية الأمريكي من تعرض هذه الزراعة لخطر هائل مرجحا أن تفقد الولايات المتحدة السوق الصينية إلى الأبد وصفا مسار الرسوم والرسوم المضادة بالمدمر وبأنه يؤدي إلى فقدان الثقة بالأسواق وتكدست مئات الأطنان من فول الصوية في المزارع الأمريكية بعد رفض المستوردين الصينيين شراءها ما دفع إدارة ترامب إلى تقديم 14 مليار دولار على شكل مساعدات للمزارعين خلال العام الماضي